أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لو قعد الإمام في الثالثة في الصلاة الرباعية وسبح لو قعد الإمام قعد نعم لو قعد الإمام في الثالثة في الصلاة الرباعية نعم وسبح المأمومون ولم يقم فما الواجب على من خلفه يعني جلس على أنه حسبه انتهى أو صاب مرض أنا أدري بالسبب قعده هل هو حسبه انتهى الصلاة فلابد أنه يكمل الصلاة ما إن كان صابه مرض وعتل وحتاج إلى الجلوس فصلاته صحيحة لكن هم يقفون الجماعة يقفون يكملوا صلاة وماقفين لأن هذا أمر عارض نعم